تحت رعاية سامية من لدن جلالة ملك البلاد المعظم يقيم المجلس الأعلى للسؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة العدل والسؤون الإسلامية والأوقاف حفل أحياء ليلة القدر المباركة والحفل الختامي للدورة السابعة والعشرين من جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم مساء اليوم في جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي هذه المسابقة التي تقام سنويا تحظى بدعم واهتمام مستمر من جلالة ملك البلاد المعظم خدمة لكتاب الله تعالى ونشر تعاليمه الرعاية الملكية السامية من جلالة ملك البلاد المعظم لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم تجسد الاهتمام المتواصل من جلالته في نشر تعاليم كتاب الله تعالى بين مختلف فئات المجتمع وتهدف المسابقة منذ انطلاقها إلى تبني حفظة القرآن الكريم المتميزين وعدادهم ليكون دعاة خير وعامل إصلاح في مجتمعهم وأمتهم هذه المسابقة تأتي بعد 27 عاما من انطلاقها حيث كانت ولا زالت العناية بالقرآن الكريم وغرس مبادئه في نفوس النشأ والشباب نهج القيادة المستمر في خدمة كتاب الله تعالى والعناية به حفظا وعملا ونشرا واليوم تحظى الجائزة التي يشارك فيها آلاف المتسابقين من حفظة كتاب الله الكريم بدعم واهتمام من جلالة ملك البلاد المعظم وتعمل على تنظيمها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سنويا بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذا وتستقطب جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم العديد من فئات المجتمع من بينهم طلبة المدارس وذو الهمم ونزلاء دور الإصلاح والتأهيل ترجمة نانسي قنقر